طيب نلوح ليه أخبرنا النهاردة واتحاد الكرة قرر تحويل مبلغ 10.000 دولار لحساب أحمد حجازي مدافع منتخب الوطني والتحاد جدة العشر تلاف دول دول إيه الراجل بعد ما تصاب في كاس الهوام الأفريقية أحمد حجازي راح وتعالج على حسابه في ألمانيا هو المفهود من يتحمل مصاريف واتحاد الكرة مش نديه عشان هو كان بيلعب مع منتخب مصر تحمل هو المصاريف اتحاد الكرة تأخر مرة واثنين وثلاثة لاته أنه هو يسدد الفلوس ديت وحجازي كان دفعهم من معاه اتحاد الكرة مشكورا أخيرا حول الرقم إلى أحمد حجازي 10.000 دولار مصاريف علاجه من الإصابة اللي جات له في الكاميرو وفي كاس الهوام الأفريقية وتعالج بسببها في ألمانيا قبل ما يرجع لفريق الاتحاد جدة ويرجع كمان لمنتخب مصر سليم معافى ويكسر الدنيا كعادته يعني لعيب كبير ولعيب ممتع موقف محترم من اتحاد الكرة حتى لو تأخر قائصن لحصادي آج دعيب